نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة رح أتكلم عن نقطة الخامسة في قواعد الحب والعلاقات خليكم معي النقطة الخامسة اللي بدي أتكلم عنها هي كيف إني أنا أخلي العلاقة تستمر بطريقة صحية وتمشي فيه كذا نقطة في النقطة الخامسة هاي بتتفرع منها هاي النقطة أول شيء أعرف أحب حالي أعرف أكون مع حالي في هاي العلاقة موجود ما أجع حالي في العلاقة ما أعطي زيادة في العلاقة يكون عندي توازن في الأخذ والعطاء يكون عندي توازن في المشاعر توازن في كل شيء في العلاقة في كل جوانبها النقطة الثانية في النقطة الخامسة اللي هي التعلق ما يكون أنا رابط حياتي كلها على إنه باستنى منه كلمة باستنى إنه يقولي أوكي باستنى إنه يعجبوا مثلا اللبس اللي أنا لبسها بس ما تكونيش تافها بهاي الطريقة أبدا ما تكوني تافها كوني واثقة من نفسك التعلق أوتوماتيك بيخف بيخف التعلق بتزيد الطاقة تعتقتك بذاتك فبيعرف أدرك فذبذبتك بترتفع فبيصير هو ينشد أوكي؟ يعني تعلقك اصدرش مشاعر خوف اصدر مشاعر الخوف بنقلل الاستحقاق قللنا الاستحقاق عملنا تدمير ذاتي عملنا تدمير ذاتي صارت في مشاكل في العلاقة احنا ما بدنا نوصل لهنا احنا مهم كتير نعزل ثقتنا في نفسنا نعرف قدرنا في العلاقة نشوف الصح والغلط في العلاقة نقعد ونتكلم في هذا الموضوع نشوف هل هاي العلاقة سوية ولا محتاجها ترميم محتاجها تقويم محتاجها إعادة برمجة سمحون يا أصدر فالمهم إني أعرف هل هاي العلاقة كل عناصر فيها مجتمعة هل أنا راضي أو هو راضي هل الأمور كلها تمام وماشية هل في مخاوف عندي أو مخاوف عنده هل في أمان ولا ما في أمان هل في تفاهم بالكلام ولا ما في تفاهم هل في نقطة بنجتمع فيها ولا دايما بنشكي برا فعشان العلاقة تكون آيما على مقام صحيح لازم نشوف الأربع نقطة اللي تكلمت عنها قبل وعلى النقطة اللي تكلمت عنها اليوم إذا قومنا هاي الأمور فإحنا بنمشي بعلاقة صحية بتمشي معانا بديش أقول مدى الحياة بدون اختلاف لأني تكلمت في نقطة إنه ما في علاقة مطلقة في حياتنا لكن بتمشي معانا فيها توازن حتى لو صار في مشاكل بالمقابل في رضا حتى لو كان في نقص في شيء اكتمل في نقطة تانية حتى لو كنا ما منتفهم على هاي النقطة بس بنتفهم على هاي النقطة وبنلتقي في مكان ما كان في شرارة الحب القديمة في مودة ورحمة ما كان في مثلا توافق في الأفكار بس منلتقي في فكرة معينة يعني لقين حالنا في مكان مهما اختلفنا بس احنا ما منختلف مهما صارت وتبعترت الأمور في الآخر بتترتب الحياة ما بتمشي على رتم واحد ولا بتكون سعادة 24 ساعة ولا بتكون حزن 24 ساعة الحياة فيها الحياة يعني العلاقة بشكل عام إلا تتخانقوا إلا يصير مشاكل إلا يصير في اختلاف وجهات الرأي عادي بس في الآخر ما حدش بتخلى عن التاني بس في الآخر عارف الشخص إنه هذا الشخص قلبه عليه بحبه بيعطيه مشاعر بشعر بأمان معه بشعر باستقرار معه فيه تناغم في العلاقة بينك وبينه ففيه إشي بجمعكم في النهاية فلو مشينا على الخمس خطوات هادي قبل ما ندخل في علاقة أولو إحنا بعلاقة وحطينا قواعد نمشي عليها وحطينا بروسيجر معين واتفقنا عليه أنا برجع بقولكم الحياة الزوجية هي مشاركة هي تشارك أو شركة ما بين اتنين قرروا إنهم يفتحوها ويفتحوا فيها بيت ويحطوا إليه أسس قواعد إذا حطوها بطريقة صحيحة بتكمل وبتكبر إذا ما حطوها بطريقة صحيحة وما أعطوا مجال للمودة والرحمة بينهم اللي رب العالمين تكلم فيها صدقوني ما بتكون الحياة لها معنى فدائما في أي علاقة كانت حب كانت زواج كانت خطبة دائما حطوا معنى لهذه الحياة حطوا مسمى حطوا هدف حطوا نية واضحة وجددوا نواياكم مع بعض يلتقيوا دائما مع بعض بالكلام الطيب دائما عندي مقولة بقولها الكلمة الطيبة طالعة والعاطلة طالعة خلي الكلام الطيب يطلع أحسن إيش معنى لكلام هذا؟ يعني إذا أنت قادرة ما تردي في هاي اللحظة وشفتي معصب مشي إذا أنت قادرة إنك تبعدي في هاي اللحظة اللي هو متدايق فيها أو هي متدايقة فيها وتعطيها مساحة بتفريغ مشاعرها كمان إعطيها مجال إحنا في النهاية بشر كلنا بنغلط وكلنا عنا مشاعر قديمة ممكن تظهر على السطح ممكن متدايقة من حدا أو متدايقة من عمله أو هي متدايقة من عملها أو في حدا ضاغط عليها نعطي مجال للمشاعر تطلع عشان المركب بتصير إن شاء الله تكون الفيديوهات عجبتكم وإن شاء الله أكون وصلتلكم معلومة لو بسيطة بتفيدكم في حياتكم إنهاركم حب أشوفكم في فيديوهات ثانية ترجمة نانسي قنقر